صباح الخير بالتوقيت الأمريكي يوم جديد آخر في الولايات المتحدة يحمل كثيرا من المواضيع المتنوعة التي يتابعها العالم والأمريكيون بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم ومنها مع احتدام التصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية مسؤولان أمريكيان في إسرائيل لبحث ملفات أمنية تشمل صفقة في غزة ووقفا لإطلاق النار مع حزب الله بيونج يانج تعلن إطلاق صاروخ عابر للقارات لتعزيز قدراتها النووية قبيل مباحثات مرتقبتنا اليوم تجمع بلينكين وأوستن بنظيريهم الكوريين الجنوبيين في أصغر الولايات المتأرجحة هاريس و ترامب يعقدان تجمعات انتخابية في نيفادا وأريزونا لكسب ود الناخبين من أصول اللاتينية وفي مؤشر على مخاوف أسواق المال من حدة الاستقطاب الانتخابي في الولايات المتحدة ارتفاع قياسي في أسعار الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين في أوقات الأزمات أهلا بكم من جديد مشاهدينا وقبل أن نستعرض مواضيعنا ننتقل إلى إناس لنتصفح معها أبرز ما عنوانته الصحف الأمريكية اليوم إناس صباح الخير صباح الخير رؤوف صباح الخير مشاهدينا الكرام إلى هذه الجولة في أبرز ما تناولته الصحف الأمريكية نيورك تايمز تناولت زيارات مسؤولين أمريكيين كبار إلى منطقة الشرق الأوسط في محاولة لتنشيط محادثات وقف إطلاق النار وأضافت أن ذلك يأتي في إطار دعم سياسة بايدنت الكمامنية على خفض التصعيد والردح مشيرة إلى أن إحراز تقدم يبدو غير محتمل في الأيام المقبلة مع اقتراب موعد لانتخابات الأمريكية نقى أيضا مع صحيفة نيورك تايمز ونقرأ فيها هذه المرة مقالا ذكرت فيه أن صور الأقمر الاصطناعية وتسجلات مصورة أظهرت دمارا واسعة في ستقرى جنوب لبنان مضيفة أن ألفا وخمسة وثمانين مبنى سوية بالأرض أو تضرر بشدة منذ الاشتياح الإسرائيلي وأوضحت أن ذلك يعطي لمحة عن الوضع هناك ومع صعوبة الوصول إلى المنطقة فإن مدى الدمار غير واضح أما والاستريت جورنال فنطالع منها هذا المقال الذي يتحدث عن أن ضربات الجوية الإسرائيلية على إيران لم تدمر فقط بنا تحتها عسكرية بل دمرت أيضا سمعة معدات عسكرية روسية وأوردت تصريحات لمسؤولين أمريكيين وإسرائيلين قولهم أن دفعات الجوية الإيرانية روسية الصنع تصدت للقليل من الصواريخ في أحسن الأحوال التي أطلقتها مقاتلات إسرائيلية ختام هذه الجولة الصباحية مع واشنطن بوست وذكرت واشنطن بوست في مقالها ذكرت أن القاتل الإسرائيلية هاجمت مستشفى كمال عدوان وهو من أواخر المستشفى التي ما زالت تعمل في شمال غزة ونقلت عن السلطات الصحية بالقطاع قولها أن إسرائيل استهدفت طابقا يحتوي على ما تبقى من أدوية وتجهيزات طبية مشيرة من قبل مدير المستشفى بوقوع إصابات جراء الهجوم الذي عطل عمل قسم غسل الكلا إذا المشاهدين كانت هذه أبرز العنوين والمقالات في صحف الأمريكية لهذا الصباح ولكن هناك المزيد في أمريكا هذا الصباح مع رؤوف شكرا إناس ونواصل مع التطورات في الشرق الأوسط حيث التقى رئيس الوزراء باليمين نتنيه مع مبعوثي البيت الأبيض عاموس هوكستين وبريت مكورغ وناقش معهما الجهود المبدولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان ومحاولات تجديد المفاوضات بشأن صفقة الرهائن في غزة والتهديدات من إيران بالرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير وفقا لما نقله موقع وارلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين كبار وكرت صحيفة يدعو تحرونوت قالت إن المسؤولين الأمريكيين سيبحثان مع صناع القرار في إسرائيل بحث ثلاثة مسائل رئيسية هي إمكانية رد إيران على الهجوم الإسرائيلي الأخير وتداعياته وإعادة الرهائن من غزة ووقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان وكشفت هيئة البث عن مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله تشمل نقاط رئيسية من بينها اعتراف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701 ومراقبة أي بيع أو إنتاج للأسلحة في لبنان من قبل الحكومة اللبنانية بجانب منح الحكومة اللبنانية الصلاحية اللازمة لقوات الأمن لتنفيذ القرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حتى الآن وعلى الرغم من الطلب لم يظهر تغيير كبير في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وكان وزيراء الدفاع والخارجية الأمريكيين بعثا رسالة إلى إسرائيل أشارا فيها إلى أن الأخيرة لم تفعل ما يكفي بخصوص إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مع التركيز على شمال القطاع المحاصر وأوضح أنه في حال عدم حدوث تغيير خلال ثلاثين يوما فقد يؤثر ذلك على عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل من البنتاجون تنضم إلينا مراسلة الحرة وفاء جباعي وفاء صباح الخير ضعينا في صورة آخر هذه المساعي الأمريكية التي تهدف إلى حلحلة الملفات العالقة بوقف إطلاق النار وتهديئة الأوضاع في الشرق الأوسط صباح الخير رؤوف بالفعل هي جولة جديدة من قبل الإدارة الأمريكية في إطار الجهود التي تقوم بها لإنهاء القتال في لبنان أو الحرب بين إسرائيل وحزب الله وأيضا وقف إطلاق النار في غزة وإعادة المحتجزين لدى حماس وأيضا زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والأهم من ذلك خفض التصعيد في المنطقة ككل أي تجنب التحول إلى حرب واسعة تكون إيران طرف مباشر فيها ولكن بحسب المصادر وبحسب المسؤولين هنا هناك تفاؤل طفيف تفاؤل حذر يمكن وصفه هكذا في نتائج هذه الجهود خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية ونحن على بعد أيام منها وبالتالي هناك من يخفف من أو يقلل من أهمية هذه الجهود في هذه المرحلة بالذات بينما الإدارة الأمريكية تصر على أنها تحمل بالفعل أفكار وتناقشها مع كل الأطراف المعنية وهناك مساودات بالفعل لتوصل إلى هذه الحلول الدبلوماسية إن كان في لبنان أو غزة وبطبيعة الحال احتواء أي رد يمكن أن تقوم به إيران على الرد الإسرائيلي إذن أيام قليلة تفصلنا عن الانتخابات الأمريكية هناك مساعد أمريكية متواصلة هناك من يصفها بأنها فقط من أجل حفظ ما الوجه لإدارة بايدن على اعتبار أنها لن توصل إلى المبتغى منها أي أنها لن تحقق الأهداف الأمريكية وهي التوصل إلى حل ولكن أيضا يمكن استثمارها بشكل إيجابي في الحملة للديمقراطيين تحديدا من أجل إظهار الإدارة بمظهر أنها تقوم بكل ما يجب أن تقوم به من أجل وقف إطلاق النار إن كان في لبنان أو غزة والأهم كما ذكرت وعدم التصعيد ومحاولة تجنب أي حرب شاملة وواسعة في المنطقة ككل نعم وفأجباع مراسلتنا من البنتاجون شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل مشاهدينا قبل استكمال باقي فقرات أمريكا هذا الصباح نتوقف مجددا مع الزميلة إناس وهذه الجولة في أهم الأخبار العالمية بالفعل الرؤوف في هذه الطائفة من الأخبار فقد أكد رئيس مجلس لمطل في إسرائيل مقتلى مزارع إسرائيلي وأربعة عمال أجانب بسبب سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان في شأن متصل أكد مصدر أمني لبناني مقتلى رقيب أول في الجيش اللبناني وأم علي سويد من بلدة يضغير الحدودية الجنوبية جرأ استهداف لدراجته النارية من قبل مسائر إسرائيلية على طريق سور النقورة منطقة العامرية من جهتها أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الاشتباكات لم تتوقف حتى صباح اليوم في بلدة الخيام بين الجيش الإسرائيلي وبين عناصر حزب الله مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي قام بعمليات تفخيخ وتفجير في منطقة واضي العصفير في البلدة وفي شأن المتصل قصف جيش الإسرائيلي أطراف بلدتين أقلع وبرج الملوك بجانب استمرار قصف لبلدة كفركلة بحسب الوكالة اللبنانية طلب جيش الإسرائيلي من سكان عشر قرى في جنوب لبنان من بينها مخيم رشيدية للاجئين الفلسطينيين في منطقة صور إخلاءها تمهيدا لاستهداف مواقع تابعة لحزب الله وفي شأن المتصل أكد بيان الجيش الإسرائيلي القضاء على محمد خليل عليان الذي قاد منظومة صواريخ المضادة للدروع في منطقة حجار في وحدة نصر التابعة لحزب الله أكد البيان أن جيش السطاع خلال ساعات الأربعة عشر الماضية استهداف 150 هدفا لمنظمة حمس في غزة وحزب الله في لبنان شملت مبانا عسكرية ومقرات القيادة ومستودعات أسلحة ومواقع للإستطلاع ومنصات للإطلاق شكلت تهديدا لإسرائيل وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من بيروت جين عفيش مراسلة الحرة ومن شمال إسرائيل ينضم إلينا يحيى قاسم مراسلة الحرة هناك أهلا بكم أبدأ معك أولا يحيى أطلعني على آخر التفاصيل الواردة حتى هذه الساعة بكل تأكيد هناك مقتل خمسة في لمطل أحدهم مزارع إسرائيلي وأربعة عمال تايلنديين عندما تعرضت المنطقة التي كانوا يتوجدون بها لإطلاق قذائف صاروخية من قبل الأراضي اللبنانية في هذه الأثناء هناك دوي لصافرات الإنذار في منطقة الكريوت في حيفا بالتوازي مع ذلك كان هناك إطلاق عشرات القذائف الصاروخية على منطقة الجليل الغربي حيث نحن نتواجد وتم اعتراض بعض هذه الصواريخ المنطلقة من هناك لكن من ناحية ثانية تتواصل العملية العسكرية في داخل الأراضي اللبنانية بما يشمل إخلاء القرى التي تحدثت عنها إيناس وكذلك اغتيال مسؤولين نتحدث هذه المرة بحسب الجيش عن محمد خليل إليان والذي قاد منظومة الصواريخ المضادة للدروع بالتوازي مع الاستهدافات في لبنان كان كذلك أيضا غارات على منطقة قصير في سوريا وهناك يقول الجيش أنه تم استهداف أيضا مواقع تابعة لمنظمة حزب الله في تلك المنطقة التي نتحدث عنها من ناحية ثانية تتواصل العمليات التفاوضية ربما والاتصالات بين المسؤولين الأمريكيين والجانب الإسرائيلي حقيقة نستمع إلى دوي انفجارات في هذه الأثناء لا نعرف ما هي المكان التي يسمع فيها دوي الانفجارات لكن فيما يتعلق بالمفاوضات من المفترض أن تفضي في نهاية المطاف إلى وقف لإطلاق النار الموقع الوحيد الذي تحدث عن هذه المسألة هو موقع ولا هناك الشبه تكتيم تام في داخل إسرائيل بشأن زيارة المسؤولين الأمريكيين بريت مكورك وكذلك أموس هوكستين موقع ولا تحدث عن أنه تم تناول مسألة وقف إطلاق النار في داخل الأراضي اللبنانية وصفقة الرهائن في قطاع غزة وربما الرد من قبل إيران على الهجوم الإسرائيلي الأخير دون أي تفاصيل إضافية دون بيانات من الحكومة ولا من السفارة الأمريكية لكن مثل ما أسلفنا يتحدثون عن أنه عقد اجتماع بين الاثنين وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية بغية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المنطقة الشمالية في الوقت الذي نشهد فيه استمرارا للقصف من الجانبين ابقى معي يحيى تحاول عليك جينا في بيروت كيف تبدو الأمور على جانب الآخر؟ تبدو الأمور أخذ في الاتساع وأيضا في التصعيد لنبدأ من البقاع شرقي البلاد فلليوم الثاني على التوالي كان أصدر الجيش الإسرائيلي انثارات إلى سكان مدينة بعلبك والقرى المحيطة بها نتحدث عن دوريس وإعاة وعين بورداي بضرورة إخلائها كما ورد أيضا اتصال من الجيش الإسرائيلي إلى مركز الدفاع المدني في مدينة بعلبك للطلب من السكان بإخلاء سواء مركز الدفاع المدني أو من بقي من السكان داخل هذه البلدات بضرورة إخلائها وبالفعل أجرى الدفاع المدني جولة وقام عبر مكبرات الصوت بإصدار انذارات إلى السكان بضرورة إخلاء تلك البلدات فورا علما أن حركة النزوح كانت تجددت اليوم من هذه البلدات وأن كانت بوتيرة أقل عن يوم أمس اليوم الذي بدأت فيه هذه الإنذارات نتحدث منذ ساعات الصباح عن غارات طالت على سبيل المثال بلدة الخضر في البقاع الغربي وأدت بطبيعة الحال حسب مصدر طبي إلى سقوط ثلاثة قتلة أيضا الغارة التي استهدفت بلدة بوداي في قضاء بعلبك صباحا هذا اليوم أدت إلى مقتل أربعة أفراد هم من عائلة واحدة فضلا عن استهداف مسيرة إسرائيلية لدراجة النارية في بلدة القرعون في البقاع الغربي الأمر الذي أدى إلى مقتل سائق تلك الدراجة بالانتقال إلى الجبهة الجنوبية للبنان تجددت الغارات منذ قليل على منطقة الحوش في قضاء صور في وقت أيضا تستمر المواجهات العسكرية محتدمة بين عناصر من حزب الله والقوات الإسرائيلية لسيما عند بلدة لخيام في القطاع الشرقي حيث كان أعلن الحزب أنه استادف أكثر من مرة تحشدات لجنود إسرائيليين هناك سواء بالقذائف المدفعية أو القذائف الصاروخية شكرا لك يجين عفيش كنت معنا مباشرة من بيروت شكر موصول لك يحيى قاسم كنت معنا من شمال إسرائيل أفاد مراسل الحرة في غزة بأن طائرات الإسرائيلية قصف تأطابق ثالث من مستشفى كمال عدوان ما أصفر عن احتراق مخزن للأدوية ومسلزمات طبية تم استلامها قبل خمسة أيام من منظمة الصحة العالمية وقال مدير مستشفى كمال عدوان إن عشرت الجرحى داخل المستشفى بحاجة لتدخل العاجل مشيرا إلى أن العدد يزداد بشكل يومي كنتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل وفي غضون ذلك واصل جيش الإسرائيلي قصفه المتفعي لعدة مناطق في مخيم جباليا وفي مشروع بيت لاهي شمال قطاع غزة الذي يشهد حصارا متواصلة لليوم السبع وعشرين على التوالي كما نفذ جيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية طالت أهدافا مختلفة من مخيم أصيرات بالمحافظة الوسطى صباح اليوم في الضفة الغربية أفادت مراسلة الحرة نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل فلسطينيين في مخيم نور الشمس قرب طول كرم الذي شهد انفجارات واشتباكات مسلحة بعد مرور ساعات على اقتحام واسع نفذه جيش الإسرائيلي وقال جيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه ينفذ عملية تستهدف ما سماها بالبنى التحتية لإرهابيين في المخيم يأتي ذلك بعد أعلان وزارة الصحة أن فلسطينيا ساقط قتيلة من رصاص الجيش الإسرائيلي في الليلة الماضية في مخيم طول كرم بالضفة الغربية وللمزيد من التطورات ينضم علينا من خان يونس بقطع غزة مراسل الحرسي في سويتي كما تنضم علينا من نظفة الغربية ثروة شقرة أهلا بكم من جديد ثروة أبدأ معك أولا أنت وسام ياسين صباح الخير عليكم بتوقيت الولايات المتحدة نتلعينا على التفاصيل ثروة إناس لا تزال التعزيزات العسكرية تصل إلى مخيم نور شمس في ظل استمرار هذه العملية الواسعة بالرغم أن هذه العمليات الواسعة غابت عن الضفة الغربية في الأسابيع الماضية وتحولت القوات الإسرائيلية لعمليات الوصول إلى المقاتلين الفلسطينيين عبر القصف بالطائرات المسيرة أو حتى التصفية داخل الشوارع كما حصل في مدينة نابلس قبل عدة أيام ما جرى في مدينة طول كرم بدءا من مخيم طول كرم حيث قامت قوات خاصة من وحدة اليمام بقتل أحد المقاتلين الذين ينتمون إلى كتائب القسام الدراع المسلحة لحركة حماس داخل مخيم طول كرم قوات خاصة بمسدس كاتم صوت وفقا للرواية المحلية قتلت الشاب بسام الملاح ومن ثم انصحبت تماما من المخيم وعلى غير العادة لم يكن هناك اقتحام لمخيم طول كرم وبالتالي ظن الناس أن القوات الإسرائيلية استبدلت العمليات الواسعة إلى هذه التكتيكات الجديدة هذا الظن لم يدم طويلا بعد هذه العملية بساعتين على الأقل اقتحمت القوات العسكرية الإسرائيلية برفقة جرفات عسكرية أيضا مخيم نور شمس الملاصق لمخيم طول كرم بدأت بالتوغل داخل المخيم تحديدا في حارة المنشية وسط اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة مسيرة إسرائيلية شنت غارة داخل مخيم طول كرم قتل على إثرها شاب بين فلسطينيين وأصيب ثالث بالشضايا وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية الجرفات العسكرية إناس كالعادة تعمل على تدمير البناء التحتية خطوط المياه خطوط الكهرباء وهناك تشويش وصعوبة في التواصل والاتصال وشبكات الإنترنت بينما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية ولربما هذا أمر لافت إناس أن القوات الإسرائيلية قامت بهدم مكتب تابع لوكالة الأونروا داخل مخيم نور شمس وهذا يأتي بعد يومين من حضر عمل وكالة الأونروا في القدس وفقا لقرار الكنيسة الأخير ونذكر هنا سريعا بأن القوات الإسرائيلية في غضون عملياتها الواسعة التي نفذتها في شمال الضفة الغربية كانت تستخدم مقرات الأونروا لتنفيذ عملياتها العسكرية سريعا حملات اعتقال أخرى وواسعة في مناطق عدة في الضفة الغربية طالت على الأقل 25 فلسطينيا وفق نادي الأسير إناس ابقي معي ثروات وأنتقل إلى وسام ياسين في خان يونس طلعيني على التفاصيل حيث أنت وسام نعم إناس العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة حتى هذه اللحظة تحديدا في المحافظة الشمالية نتحدث عن غارات إسرائيلية طالت عدد من المنازل سواء في مخيم جباليا لعائلة الغندور أوقعت الغارة قتلين وأيضا غارة أخرى في بيت لاهية على أحد المنازل هناك أيضا أوقعت قتلين وهناك عدد آخر من الضحايا في بيت حانون من خلال غارة إسرائيلية بطائرة أو صاروخ من طائرة استطلاع صباح اليوم استهدف تجمع للمواطنين هناك وكان عدد من القتلى أيضا ونتحدث عن غارات إسرائيلية اليوم طالت بعض المناطق في مدينة غزة تحديدا في حي النصر بالقرب من مستشفى الشفاء وغارات أخرى في مناطق متفرقة الآن إناس هناك قصف مدفعي في المناطق الشرقية أيضا من خان يونس تحديدا في منطقة عبسان الكبيرة أو منطقة تعرف باسم الفرحين وأيضا إطلاق نار من قبل الطائرات المسيرة في المناطق الوسطى وأيضا غرب بيت لاهية شمال القطاع بعض الاشتباكات تدور بين العناصر المسلحة من حماس والجيش الإسرائيلي في مناطق غرب جباليا إذن نحن نتحدث عن استمرار هذه العمليات العسكرية استمرار سقوط الضحايا والمصابين وزارة الصحة قبل قليل أصدرت تقريرها اليومي وقالت بأنه خلال 24 ساعة ارتكب الجيش الإسرائيلي 6 غارات أو 6 مجازر كما وصفت وزارة الصحة أصفرت عن مقتل 41 فلسطينيا وإصابة ما يزيد عن 130 إصابة وأعداد الضحايا منذ 7 أكتوبر العام الماضي وحتى الآن تجاوز 43 ألف ومئتي قتيل فلسطيني هذا من الجانب الميداني إناس إنسانيا نتحدث عن دخول ما يقارب 79 شاحنة اليوم محملة بالبضائع والسلع للقطاع المساعدات الإنسانية وأيضا للقطاع التجاري ولكن حتى اللحظة هذه البضائع لم تظهر في الأسواق ربما ينتظر التجار يوم غد الجمعة الذي يكون نشط تجاريا لإخراج هذه البضائع ولكن الشاحنات دخلت على مدار الأيام الماضية واليوم أيضا ما يقارب 79 شاحنة وسام ياسين كنت معنا من خنيون شكرا لك شكر موصول لك ثروة شقرة كنت معنا من الضفة الغربية بحث رئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليم بيرز مسجدات الجهود المشتركة لتهدئة في قطاع غزة وسبل دفع المفاوضات قدما للوصول إلى وقف لإطلاق النار ولتبادل المحتجزين وفقا لرئاسة المصرية ونقش الطرفان أن فاذ الفوري والكامل المساعدة الإنسانية باعتباره أولوية قصوى لمصر في ضوء تدهر الأوضاع الإنسانية بالقطاع وصرح المتحدث الرسين باسم الرئاسة المصرية بأن لقاء تطرق إلى الأوضاع في لبنان وكذل التصعيدات المتبادلة التي شهدتها المنطقة مؤخرا أهلا بكم من جديد استضاف وزيرها الدفاع والخارجية الأمريكيين لويد أوستن وأنتوني بلينك النظريهما الكوريين الجنوبيين ومن المقرر أن يشارك الوزراء الأربعة في مؤتمر صحفي مشترك بعد مناقشة التقارير بشأن نشر كوريا الشمالية قوات عسكرية في روسيا للمساعدة في حربها في أوكرانيا إضافة إلى ملفات أخرى ويأتي هذا اللقاء بعيد إطلاق كوريا الشمالية ما يشتبه في أنه صاروخ بارستي بعيد المدى باتجاه البحر قبال تساحلها الشرقية عندما كانت كوريا الشمالية أعلنت أن الرئيسة كيم جونغ أون حضر اختبارا حاسما لصاروخ بارستي عابر للقارات يهدف إلى تعزيز الردع النووي للبلاد وقال كيم خلال حضوره عملية الإطلاق إن هذا الاختبار هو عمل عسكري مناسب يلبي تماما هدف إبلاغ الخصوم بعزم كوريا الشمالية على الرد المضاد بدورها قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه في أنه صاروخ بارستي بعيد المدى باتجاه البحر قبال تساحلها الشرقي اليوم الخميس ترجمة نانسي قنقر ما الآن مشاهدين فتنحول إلى غرفة الأخبار معنا من هناك الزميل جو خولي ليطلعنا على أبرز ملفات الحرة الليلة جو صباح الخير ما الذي ستناقشه اليوم في حلقة الحرة الليلة صباح الخير للمشاهدين ضمن الحرة الليلة سنبحث ونحلل الجهود الأمريكية الأخيرة لبحث وقف إطلاق النار من خلال زيارة المسؤولين الأمريكيين مثل بريت مكجورغ عمس هوكستين يوم الخميس إلى إسرائيل ونبحث تفاصيل مساودة الاتفاق التي سربتها هيئة البث الإسرائيلية يحيلنا هذا الملف إلى ملف ثاني بشأن الجهود العربية لمناقشة جهود التهديئة في غزة من خلال اللقاء الرئيس المصري مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز وسنركز أيضا ضمن الحرة الليلة كالعادة في الفترة الأخيرة على الانتخابات الأمريكية واستطلاعات الرأي الأخيرة في ويسكنسون وميشيغن وتقدم هارس في هتين الولاياتين وتساويها مع ترامب في بنسلفينيا وفقا للأرقام التي نشرتها CNN ونتحدث أيضا عن تبادل الاتهامات بين الطرفين الفيديو الأخير الذي نشر لترامب وهو يقود شاحنة قمامة وذلك ردا على تبادل الاتهامات من قبل الرئيس بايدن الذي قال بأن أنصار ترامب هم قمامة وحارس من جهته قالت بأنه يجب التوقف عن تبادل الاتهامات هذه الملفات وغيرها طبعا سنحللها مع الخبراء والمحللين ضمن الحرى الليلة جاء كل التوفيق يعتزم في المقابل المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كاميلا هارس إقامة تجمعات انتخابية بولايتي نيفادا وأريزونا وهما من أصغر الولايات المتأرجحة ويسعد طرفان لكسب ود الناخبين من أصول لاتينية الذين يمثلون 30% من سكان الولاية ويتمتع ترامب بتأييد 38% من هذه الفئة في نيفادا مقابل 50% لصالح هارس وفقا لسلسلة استطلاعات رأي لرويترز أجريت هذا الشهر وقد أفادت جامعة فلوريدا بأن 59 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم حتى الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قالت المرشحة الديمقراطية لرئاسة الأمريكية كاميلا هارس إنها ترفض بشدة أي انتقاد للأمريكيين بناء على من يصوتون له تصريحة هارس جاءت بعد الانتقادات الشديدة من الجمهوريين ومرشحهم للرئاسة دونالد ترامب إثر تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة التي وصف فيها أنصار ترامب بالقمامة وأضفت هارس خلال تجمع انتخابي في ماديسون بولاية ويسكنسون أن الناس منهكون ويريدون أن يتوقف سيل تبادل الاتهامات من جانبه ظهر ترامب في مدرج مطار في ويسكنسون وراء مقود شاحنة قمامة حيث أجاب على عدد من أسئلة للصحفيين وقد صرح في وقت سابق في تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية بنسلفانيا أن تصريحة بايدن تؤكد أنه وهارس يكرهان الشعب الأمريكي حسب تعبيره قال المتحدث باسم مجلس انتخابات ولاية إلونوي مات ديتريتش إنه حتى الآن أدل أكثر من واحد من كل ثمانية ناخبين مسجلين بأصواتهم في التصويت المبكر ووفق ديتريتش فإنه بعد مرور أسبوع منذ أن وسعت شيكاغو ومتقاطعة كوك مواقع التصويت المبكر الخاصة بهما بدأت أرقام التصويت المبكر في الارتفاع معنا من إلونوي وساوث كارولاينا مفادانا إلى هناك فاديا سليم وشيب الحمد أهلا بكم أبدأ معك فاديا فاديا عفوا وهذه الأرقام الأخيرة القادمة من ولاية إلونوي التي تتحدث عن ثمن الناخبين المسجلين الذين اقترعوا في هذا التصويت المبكر ماذا أيضا عن باقي الأرقام المتعلقة بالانتخابات في الولاية نعم رأوه صباح الخير الأرقام تحسنت وفق المسؤولين في مراكز الاقتراع والمسؤولين في هيئة الانتخابات في ولاية إلونوي هذه الأرقام تقول أنه قاموا بفتح مراكز اقتراع أكثر في الولاية وبتالي زاد الإقبال على التصويت المبكر لكن أيضا المسؤولين يقولون أنهم لا يريدون أن يقارنوا الأرقام مع أرقام عام 2020 لأنهم يرون أن هذا العام كان عام استثنائي بسبب وباء فيروس كورونا وبتالي زاد الإقبال على الاقتراع المبكر بين الناخبين وهم لا يريدون المقارنة بهذه الأرقام لكنهم يقولون أن الأرقام الآن ترتفع بالنسبة للتصويت المبكر هناك واحد من بين ثمانية ناخبين مسجلين قاموا بالذهب إلى مراكز الاقتراع ومراكز الاقتراع لا تزال تعمل حتى يوم الخامس من نوفمبر إذن الأرقام ترتفع بالنسبة إلى التصويت المبكر في ولاية إلينوي أريد أيضا التحدث عن ماذا يقول سكان الولاية تحدثت يوم أمس مع الكثير من المقيمين في مدينة شيكاغو وهم يقولون أنهم أيضا يهتمون بشدة في الانتخابات ليس فقط في الانتخابات الرئاسية لكنهم يهتمون في انتخابات الهيئة التشريعية لولاية إلينوي أيضا سيكون هناك استفتاء مهم على ثلاثة أسئلة هناك سؤال منهم الاستفتاء هو مهم جدا هذا السؤال يتحدث هل يوافق سكان ولاية إلينوي على أن يتم زيادة ضريبية بقيمة 3% على من يزيد دخله عن مليون دولار وبالتالي هذه الأموال التي سيتم تجميعها ستذهب في المقابل إلى تخفيف من ضريبة الملكية ضريبة الملكية في ولاية إلينوي هي ضريبة مرتفعة جدا مقارنة بباقي الولايات في الولايات المتحدة والناس يعني يشكون بشدة من هذه الضريبة ومن ضريبة الشركات هذا شيء من الذي سيكون على بطاقة الاقتراع في الخامس من نوفمبر أيضا هناك نقطة مهمة جدا سكان مدينة شيكاغو سيقومون للمرة الأولى في انتخاب أعضاء مجلس تعليم مدينة شيكاغو بالعادة كان العمدة لمدينة شيكاغو يقوم باختيار جميع أعضاء هذا المجلس الآن لأول مرة سكان مدينة شيكاغو لهم القول في اختيار نصف أعضاء هذا المجلس مجلس تعليم مدينة شيكاغو سيقومون بانتخاب عشرة أعضاء وسيقوم أيضا العمدة باختيار عشرة أعضاء ورئيس هذا المجلس عاصفة جدا وبالتالي هذا المجلس بحلول 2027 سيتم انتخابه بالكامل من سكان مدينة شيكاغو وهم متحمسون جدا لهذا التغيير وأنهم سيكون لهم دور في انتخاب هذا المجلس وعضاء هذا المجلس شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل دعيني أتحول إلى الشيبة المتواجد معنا من نورث كارولاين هذه الولاية الحاسمة أيضا كيف تجل الانتخابات إلى حد الآن وباقي أجوائها أيضا نعم رعوف لازلت حتى الآن في ساعة كارولاين ولكن اليوم سأكون في طريق إلى نورث كارولاين كما أشرت أنت هي ولاية حاسمة ومهمة أنا هنا في ساعة كارولاين وهي ولاية حمراء بقدر كبير لم يتمكن أي ديمقراطي في الفترة الماضية بالفوز على صعيد السباق الرأسي فيها هناك الكثير من التحديات واجهة ديمقراطيون في هذه الولاية منها أنهم إذا خسروا فقط مقعد واحد فسيحوز الجمهوريون على أغلبية المقاعد البرلمانية بالنسبة لتشريع في الولاية ميليس النواب وبينيس الشيوخ هناك صراع في دوائر انتخابية متعددة وحاول الديمقراطيون التمسك بأكبر قدر من المكاسب التي يحوزونها الآن وهم يحاولون أيضا توسيع فرصهم وزيادة عدد مقاعدهم في البرلمان حثى الجمهوريون والديمقراطيون الناخبين في ساعة كارولاين بصورة كبيرة جدا خلال الفترة الماضية على التصويت في الاقتراع المبكر حتى يوم أمس بلغ عدد الذين صوتوا في الاقتراع المبكر أكثر من مليون ناخب سيتهي هذا الاقتراع المبكر في يوم الثاني من نوفمبر أي قبل ثلاثة أيام من نوعد الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل هذا التحدي كبير واجه ديمقراطيين هنا ويواجه أيضا الجمهوريين الذين يحاولون الحصول على أغلبية ساحقة في البرلمان يشار إلى أن مجلس النواب في هذه الولاية يتكون من 124 عضو 36 منهم فقط هم الديمقراطيون البقية في أيدي الحزب الجمهوري بالنسبة لمجلس الشيوخ يملك الجمهوريون 30 مقعدا و16 مقعدا للديمقراطيين من جملة 46 مقعد هذا هو المشهد أو هذه هي الصورة حتى الآن في ولاية ساوث كارولاينا وهي تتجه إلى الانتخابات يوم الخامس من نوفمبر شكرا لك أيضا شيب على كل هذه التفاصيل من ساوث كارولاينا والشكر أيضا لفادي يسليم متواجدة معنا من إلونويا مشاهدينا نواصل معكم دائما متابعة أخبار الانتخابات الأمريكية معك إيناس مجددا بالفعل رؤوف حيث تعد الخطط الاقتصادية وتأثيراتها على وضع المواطنين الأمريكيين من أبرز ما يهم ناخبين في تصويت نوفمبر المقبل فما هي أوجه التشابه والاختلاف بين خطط المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس لتعامل مع قضايا اقتصادية كالتبادل التجاري وكالمنافسة المحتدمة مع الصين رغم الخلافات السياسية الحادة بين المرشحين للرئاسة كامالا هاريس ودونالد ترامب فإن خطتيهما للتعامل مع تحديات التجارة الدولية وفي مقدمتها المنافسة الشرسة مع الصين تتضمن الكثير من القواسم المشتركة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لم تحتفظ برسوم جمهوريكية فردها ترامب خلال ولايته الأولى على صادرات صينية فحسب بل تبنت أيضا تشريعات وقرارات للحد من الاعتماد على إمدادات حيوية ومنع بكين من استيراد تكنولوجيا أمريكية قد تمثل تهديدا للأمن القوم الأمريكي لن أتردد أبدا في اتخاذ إجراءات سريعة وصارمة عندما تقود الصين قواعد التبادل التجاري على حساب عمالنا ومجتمعاتنا وشركاتنا سواء كان ذلك من خلال إغراق السوق بالصلب الرديء الجودة أو تقديم الدعم الحكومي لصناعة الصفن بشكل غير عادل أو إلحاق الضرر بشركاتنا الصغيرة عبر السلع المقلدة ترامب الذي لطالما انتقد ما يصفه استغلال دول مصدرة لأسواق الولايات المتحدة على حساب الصناعة والعمال الأمريكية توعد بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية وما بين 10% و20% على باقي الدول إذا أصبحت رئيساً لهذا البلد فسأفرض رسوماً جمركية بنسبة 100 أو 200 أو 2000% إنهم لن يتمكنوا من بيع سيارة مستوردة واحدة في الولايات المتحدة لأننا لن نسمح بالتدمير بلدنا لا توجد وسيلة أخرى لإيقافهم كيف تتفاوض مع المكسيك أو الصين لن تحصل منهم على أي شيء خطوة حذر خبراء اقتصاديون من أن تقود إلى حرب تجارية قد تكون لها انعكاسة سلبية على معدلات التضخم إجمالاً يتفق الخبراء على أن الخططين الاقتصاديتين لهاريس وترامب ستزيدان من تفاقم العجز الاقتصادي لسيما خطة ترامب التي توقعت جامعة بنسلفينيا أن تضيف ما يقارب ستة تريليونات دولار للعجز على مدى عشر سنوات في نهاية المطاف الكثير من هذه القرارات التجارية والمالية سيتوقف على أي من الحزبين سيسيطر على الكونغرس الذي ستكونه الكلمة الحسم لقرار أو تعطيل الأجندة الاقتصادية للرئيس أو الرئيسة الجديدة هيشان بورار الحرة واشنطن قال مركز مكافحة الكرهي الرقمية إن ميزة تقصي الحقائق التي تستند إلى جمهور في منصة تيكس تخفق في معجهة ما وصفها المركز بالإدعاءات الكاذبة المتعلقة بالانتخابة الأمريكية أفقا لأحدى التقرير صدر عن المركز فإن 209 منشورات مضللة من أصل 283 حللها المركز لم تظهر ملاحظات دقيقة لجميع مستخدمي المنصة فيما تعلق بتصحيح الإدعاءات الكاذبة أو المضللة عن الانتخابات مضيفا أن عينة من المنشورات المضللة قد حصدت أكثر من ملياري مشاهدة والآن إلى الزميلة ضحى من قسم الحرى ديجيتل ونظرة على وزن خبيل العرب واليهود في الانتخابات الأمريكية القادمة إليك ضحى أهلا شكرا إيناس منافسة محتدمة تشهدها الانتخابات الأمريكية هذا العام والتطلعات رأي قريبة جدا في نتائجها بين المرشحة الديمقراطية كامالا هارس والجمهوري دونالد ترامب فماذا عن الناخبين العرب واليهود في هذه الانتخابات دعونا نستعرض أبرز البيانات في هذا الشأن لنعرف كيف يمكن أن يكون تأثير هذه الكتلة التصويتية على مسار الانتخابات الأمريكية بالنسبة للعرب ووفقا لإحصاء عام 2020 هناك أكثر من ثلاثة ونصف مليون شخص في أمريكا ينحدرون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولكن هذا الإحصاء يتضمن جنسيات وعرقيات لا توصف بأنها عربية مثل الجنسيات الإيرانية والإسرائيلية وعند استثناء هؤلاء يصبح لدينا 2.7 مليون شخص هم ذوو الأصول العربية بما يمثل أقل من 1% من السكان الأمريكيين في المقابل يمثل اليهود 5.8 مليون شخص بنسبة 2.4% من إجمالي السكان في الولايات المتحدة ويميل 80% منهم للمشاركة بالانتخابات أين يتمركز العرب واليهود في الولايات المتحدة؟ رغم أن الولايات التي تشهد أكبر وجود للعرب هي كاليفورنيا بأكثر من نصف مليون شخص إلا أن تمثيل نسبة العرب من إجمالي السكان تتصدره ولاية ميتشيغان المتأرجحة بنحو 4% من سكان الولايات في المقابل يتمركز الأمريكيون اليهود في العديد من الولايات أبرزها نيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا ولكن إذا نظرنا إلى الولايات السبعة المتأرجحة سنجد حضورا قد يصنع تأثيرا في مسار هذه الانتخابات على رأس هذه الولايات يوجد نحو 300 ألف يهودي في بنسلفينيا يمثلون نحو 2.3% من سكان الولايات إذن هذا ما لدينا من بيانات عن الناخبين العرب واليهود فبماذا تخبرنا استطلاعات الرأي حتى الآن؟ وفق استطلاع رأي للمعهد العربي الأمريكي مطلع أكتوبر فالعرب متقاربون جدا بين المرشحين وبنسبة 42% لترامب مقابل 41% لهارس دعم العرب لهارس هو أقل بـ 18 نقطة كاملة عن دعم الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات 2020 والذي كان آنذاك 59% بالناحية الأخرى في استطلاع للمجلس الديمقراطي اليهودي الأمريكي يتجه اليهود للتصويت إلى هارس بنسبة 72% مقابل 25% لترامب نسبة هارس تحسنت قليلا عن استطلاع سابق في أبريل كانت فيه نسبة من سيصوت لبايدن قبل انسحابه 67% من اليهود كان هذا أبرز ما لدينا اليوم من أرقام وبيانات في مواجهة 2024 عودة إليك شكرا ضحوا على هذا الشرح الوافي والآن أعود إلى فقرات أمريكا هذا الصباح ماذا لتبقى لديك رؤوف أعر الظهب لمستوى قياسي جديد اليوم الخميس على خلفية الإقبال على هذا المعدن النفيس قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية واستقر الظهب في المعاملات الفورية عند 2783 دولار و75 سنة للأوقية أي بارتفاع بقرابة 6% خلال شهر الجاري وعادة ما ينظر للمعدن الأصفر على أنه استثمار آمن خلال أوقات عدم يقين الاقتصادي والجيو سياسي ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة حول هذا الموضوع معي في الستوديو الزمين من غرفة الأخبار رفيق ترابلسي رفيق سباح الخير السلام خير الذهب يرتفع وهو الملاذ الآمن نعم الذهب يزداد لمعانا هذه الأيام خاصة قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية إذ حقق أرقاما قياسية قياسية لم يتم تسجيلها أبدا إذ وصل الآن في معدل 2790 دولار للأونسة الواحدة والتي هي قرابة 31 جرام هذا الارتفاع يأتي هذا الارتفاع يعتبر ظاهرة إذ أنه ليست المرة الأولى التي يحقق فيها الذهب ارتفاعا كبيرا في الأسعار إذ أنه خلال العقد الأخير تقريبا ومع اقتراب كل انتخابات أمريكية الذهب يرتفع سعره بدرجة كبيرة ثم بعد موعد تلك الانتخابات يتدحرج تدريجيا ليعود إلى الأرقام العادية والمعقولة لماذا هذا الارتفاع في هذه الفترة بالذات؟ الكثير من المستثمرين وخاصة في ظل الاستقطاب الكبير السياسي في الولايات المتحدة والتفاوت في البرامج الاقتصادية بين المرشحين للحزبين الديموقراطي والجمهوري هناك خوف وعدم يقين مما ينتظر الاقتصاد ومختلف المؤشرات الاقتصادية بالتالي يخزنون أموالهم واستثماراتهم في الذهب لأن قيمته ثابتة لكن عادة الذهب أسعاره ترتفع عندما يكون سعر الفائدة منخفضا لكن كما تعرف رؤوف في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة وخاصة بعد جائحة كورونا أسعار الفائدة ارتفعت إذن أنه أمر غير معقول أو نادر أو ظاهرة جديدة في سوق الذهب لماذا يتوجه المستثمرين رغم ارتفاع سوق سعر الفائدة إلى الذهب لأنه مضمون في ظل عدم الاستقرار وعدم وضوح سياسات اقتصادية مالية مستقبلية للولايات المتحدة أو للاقتصاد العالمي خاصة وأنه في حال فوز ترامب ربما قد ينفذ الوعود التي تعهد به وما يرسد عن ذلك سيرفع من الضرائب ليس الضرائب بل من الأداءات الجمهورية على العديد من المنتجات القادمة وتقلبات ذلك على الأسعار شكرا ونفيق على كل هذه المعطيات بعيدا عن الذهب الآن يحتفل الأمريكيون اليوم بهالوين أحد أبرز المناسبات السنوية في الولايات المتحدة وتتزين في هذا اليوم المنازل والمتاجر بالأضواء والزين المستوحات من عوالم خيالية مرعبة وتعد زينة القرع المنحوط من أبرز الرموز ومن أكثر العادات التي يمارسها الأمريكيون خلال الهالوين هي التنكر بملابس شخصية مخيفة حيث يرتدي الأطفال والكبار أزياء مستوحات من السحرات الأشباح والوحوش في مساء الهالوين يقوم الأطفال بجولة في الأحياء السكنية مرتدين أزياءهم ويطرقون الأبواب مرددين عبارة خدعة أم حلوة ليقوم السكان بتقديم الحلوة لهم حول هذا العيد الفريد من نوعه ينضم إلينا من ولاية فلوريدا مرسلون رضا بوشفرة رضا صباح الخير رغم كل حالة الخوف التي انتبت سكان ولاية فلوريدا بعد الإعصار ميلين يبدو أن الهالوين ثابت وربما مظاهر التخويف قائمة في فلوريدا صباح الخير رأوف صباح الخير إيناس وصباح الخير جميع الزملاء في غرفة الأخبار صحيح أنه عيد الخوف لكن خوف من نوع خاص وخوف ممتع فيه الفرجة فيه المتعة وفيه أيضا التشويق رأوف طبعا هذا العيد هالوين يحتفل به منذ مئات سنين هنا في الولايات المتحدة في البداية كانت معتقادات بأنه الأرواح الميتة تنزل إلى الأرض وتلتقي بالأرواح الحية لكن مع الوقت تحول هذا العيد إلى نوع من المتعة يصرف فيه العديد من الأموال سنة الماضية صرف أكثر من 12 مليار دولار بين الحلوى بين الملابس وأيضا ديكورات المنازل التي يصرف عليها أيضا الكثير من أموال طبعا عديد من المدن في أمريكا تحتفل غالبيتها المدن تحتفل لعل أبرز المدن هي نيويورك التي قضيت فيها 17 سنة قبل أن أرحل إلى فلوريدا حيث يقوم استعراض غناء ورقص شكرا جزيلا لك على نقل هذه الأجواء ودعك مع الهالوين مشاهدين ملفات عديدة نقشناها بعيدا عن الهالوين في أمريكا هذا الصباح الملفات والمواضيع متواصلة عبر برامجنا وموعدنا اللاحقة دمتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر